موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة بأهم الأخبار نستهلها بأبرز العنوين العراق يدعو الجزائر لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في بغداد موسيقى الطلبة يحقق الفوز على الصناعة والتعادل ينهي لقاء دهوك والكهرباء في ممتاز الكرة موسيقى أبرزها لقاء كربلاء والشرطة اليوم استكمال الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز موسيقى بعد غياب 12 عاماً اليوم انطلاق دورة الألعاب العربية في الجزائر موسيقى موسيقى جزائري عبد الرحمن حمد إلى إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في العراق وبحث وزير الشباب مع نظيره الجزائري تعزيز التعاون المشترك في المجالين الشبابي والرياضي ووجه المبرقعة الدعوة لمنتخب الجزائر بكرة القدم للعب في العراق وما زالت حلقة التواصل واستمرتهم مع الأشقاء في الجزائر لبحث آخر الإضافات والتحطيرات قبل انطلاق البطولة ناقش رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في العاصمة الإسبانية مدريد مع مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس الاستعدادات المقبلة للمنتخب الوطني لنهاية كأس آسيا 2024 وتصفية كأس العالم 2026 وقال درجال أن المنتخب الوطني تنتظره مواجهات تتطلب من الجميع الاستعداد لها بصورة جدية ومناسبة لتحقيق طموحات جمهورنا الكريم وأضاف وافقنا على المنهاج الذي قدمه المدرب كاساس للفترة المقبلة وتهيئة الأجواء الملائمة لتحقيق الأهداف المنشودة تمكن فريق الطلبة من الفوز على ضيفه فريق الصناعة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين الدوري القروي الممتاز في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي نتابع الطلبة والصناعة كلاهما يبحثان عن غايتهما الطلاب يحاولون التشبث وتمركز بمراكز المقدمة أما الصناعة فيعمل جاهدا الخروج والابتعاد من دوام الدور الدرجة الأولى سيما وأن المسابقة بمراحلها الأخيرة اللقاء بدأ باندفاع كبير للأنيق منذ الوهلة الأولى بالمقابل الصناعة عمل على تنظيم جميع الخطوط نتج عنها بعض المحاولات التي لم تكن فعالة بما يكفي إذ أراد تغيير مسر المباراة لصالحه اجتهاد الطلاب كان أكثر قوة وكانهم الأخطر بهجماتهم محاولين تكرارا ومرارا كسر نتيجة اللقاء الدفاعات الصناعية كانت بالمرصاد وأوقفت ذلك الشيء مع هذا الأنيق لم يتراجع عن مخططاته ليتمكن لاعب الطلب عديب الحاج من تسجيل الهدف الأول ليفرح الشاق الأزرق الذين كانوا ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر الهدف دفع باللاعبين تقديم المزيد من العطاءات المتأخر عالج هذا الأمر بإفشالها والرد بكل عزم واقتدار لينتهي الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف مقابل لا شيء للصناعة الشوط الثاني فتح أبوابه الطلاب دخلوا بقوة محاولين إضافة هدف آخر لكنهم لم يستغلوا تلك الطلعات بشكل صحيح الصناعيون أرادوا معادلة الكفة واللحاق بمنافسه ومن إحدى الطلعات احتسب الحكم ضربة جزاء لصالحهم استطاع حيدر حسيا من تسجيل هدف التعادل الأنيق الطلابي عاد بتكثيف الهجمات النشاط الواضح لأبناء الصناعة أوقف ذلك الطلبة كانوا على اعتاب تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء لكن حارس الصناعة علي خالد ينقذ مرماه بإبعاده الكرة خارج الخشبات الثلاث انتاج فريق الصناعة لم يتوقف بل بقي باندفاعه الكبير عازما تسجيل هدف آخر عارضة الطلبة وقفت أمام مبتغاهم دقاق اللقاء تمر والطلاب يثابرون بكل ما لديهم من قوة مروان حسين استطاع تسجيل الهدف الثاني للأنيق الطلابي أفرح من خلاله الجماهير مرة أخرى الدقاق المتبقية كانت بيد الصناعة دفاعات المتقدم لم تكن سهلة العبور بما يكفي لتنتهي المواجهة بنجاح الطلاب بهدفين لهدف لفريق الصناعة زيد غالب العراقية الرياضية بغداد أعرب مدرب فريق الطلبة أحمد خلف عن سعادته لما قدمه لاعبيه في مباراتهم أمام فريق الصناعة أنت مهمتك كمدرب تنتهي من توصل فريقك لجزاء المنافس قرب الهدف يبقى هنا توفيق مكانية اللاعبين وماكوا لاعبي يريد يضيع مرات يخون التصرف الاستعجال فتحدث بس إذا ما تسجل وتستمر بهذا الوضع راح ممكن المباراة المتبقية تخسرها إذا ما تسجل وتحصل نفسك بالهداف ممكن تروح منك المباراة استغلال الفرص هو الأهم في خاصة المباراة الأخيرة استغلناها بصورة صحيحة وعلينا أن نكون أكثر جاهزية بهذه الثلاثة المباراة الأخيرة كون نحن مقبلين على بطول الكيس نحن كنا محتاجين هذه الثلاث نغات ترجعنا على المركز المربع الذهبي وهو هذا مركزنا يعني الطلبة لازم يكون المربع الكبار نقول هارد لك الفريق الصناعة المحترم إن شاء الله يعظم بالمرأة القادمة مبروك أنك لاعبين مبروك للكادر التدريبي مبروك للدارة مبروك للجماهية أكد لاعب فريق الصناعة مهدي جمعة عن سعي الفريق للتعويض في المباريات القادمة لتجنب الهبوط إلى دور الدرجة الأولى لاعبين لاعبين جيدين كادر تدريبي أعلى المستوى المرة في التطرف لكن الشجاع أنه اللي يكون عنده نفس طويل بالمنافسة لحد الآن ماكو شي رسمي أنه هابطين أو ما هابطين علينا نقدم بالمبارات المقبلة فريقنا فريق جيد ناضي الصناعة من الفرق الجيدة في الدورة العراقي منجب نجوم أكثر اللاعبين مثل المنتخبات من ناضي الصناعة تعادل فريق دهوك مع ضيفه الفريق الكهرباء بهدفين لكل منهما ضمن منافسات جولة الخامسة والثلاثين للدوري الممتاز في مباراة جرت على ملعب دهوك ضمن مباراة الجولة الخامسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز استضاف فريق دهوك على ملعبه فريق الكهرباء في مباراة مهمة للفريقين فدهوك يطمح للارتقاء في جدول ترتيب الدوري والكهرباء يهدف لتعزيز موقعه ضمن الأربعة الكبار حاول دهوك في بداية الشوط الأول مباغتة الكهرباء بتسجيل هدف مبكر عبر شن سلسلة من الهجمات ولكن فريق الكهرباء فاجأ دهوك بتسجيل هدف مبكر جاء في الدقيقة الخامسة عشر عن طريق مهيمن سليم ملاخ وتمكن دهوك من معادلة النتيجة في الدقيقة الثلاثين بتسجيل من جيار جوفان لينتهي هذا الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق مباراة اليوم قدمنا مستوى جيد استطعنا سيد المباراة الفريق قدم أفضل ما عنده لكن هي أخطاء الفردية هي اللي تحرمنا من نقاطه بكل مباراة يكون لاعب يكون سبب أخطاء الفردية يخلينا نندم على هذا الجهد الكبير على المستوى الراعي اللي قدمنا يعني أشكر اللاعبين على هذا المستوى لكن هي هاي كرة قدم الشوط الثاني أيضا كان حافلا بالندية بين الطرفين وتمكن المحترف الإيفواري في صفوف دهوك يانيك زاكيري من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض ولكن المحترف السنغالي ديفي داودا عاد بفريق الكهرباء إلى المباراة عبر تسجيله هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما مباراة صعبة في ملعب نادي تهوك فريق تهوك من فرق المحترمة بين أرضه وجمهوره طموهنا كانت ثلاث نقاط بهذه المباراة نعزز مكان المربع الذهبي الحمد لله والشكر إن شاء الله عدنا مباراة القادمة ونادي الشرطة وثلاث مبارايات مهمة نحتبرها إن شاء الله نحقق بها نتيجة إيجابية ونطمح أن نكون ضمن المربع الذهبي إن شاء الله هذا الموسم كانت مباراة صعبة يعني على الفريقين مباراة بها تاف ندية قوية عالية جدا مباراة متحسن نهاية الدوري بالعكس ما تحس بها منافسة عالية على الفريقين لكن المباراة طلعت من أجواها الفنية الصراحة صار بها لعب تاف قوي ولعب خشن لكن الحمد لله قدرنا نسجل التعادل بآخر دقائق وقدرنا نعود نقطة لبغداد أياد برواري العراقية الرياضية دهوك تستكمل اليوم مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين بإقامة ست مواجهات إذ يواجه فريق النفط فريق النجاف على ملعب الشعب الدولي ويحل فريق نوروز ضيفا على نفط الوسط بملعب كربلاء ويضيف نفط البصرة على ملعب الفيحاء فريق الزوراء ويجمع ملعب كربلاء مباراة كربلاء والشرطة فيما يواجه القوة الجوية فريق الكرخ على ملعب الشعب الدولي تختتم مواجهات اليوم بلقاء أربيل وزاخو على ملعب فرنسو حريري هذا وتستكمل مواجهات الجولة يوم غد الخميس أربع مباريات متبقية لفريق الشرطة في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم إذ يحتاج إلى الفوز بمواجهتين لحسم لقب الموسم الثاني على التوالي يبدأها اليوم عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق كربلاء في الجولة الخامسة والثلاثين خطوتين فقط تفصل فريق الشرطة عن التتويج باللقب أو بمعنى أدق مبارتين فقط من أجل معاناقة اللقب للموسم الثاني تواليا بعد تعادل القوة الجوية في الجولة الرابعة والثلاثين أمام نفط البصرة صاحب الصدار لم يرفض هدية الصقور بل واصل مسعاه نحو درع الدوري باجتيازه فريق القاسم بهدف هذا الانتصار أوصله إلى النقطة الثالثة والسبعين في مقدمة الترتيب وبفارق سبع نقاط عن الأزرق مع تبقي أربع جولات على النهاية القيثار سيحل ضيفا ثقيلا على المتوهج فريق كربلاء في الجولة الخامسة والثلاثين وتحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة يعني أن الفريق سيحتاج فقط إلى فوز وحيد في مواجهته الثلاث الأخرى المتبقية التي ستكون مع الكهرباء ونفط ميسان والحدود ثلاث مواجهات ليست بالسهلة لكن من يريد اللقب عليه اجتياز المنافسين دون النظر لبقية النتائج موسم طويل وشاق لم يكن بالسهل على الفريق الأخضر وكل ما عليه الآن هو جمع ست نقاط من أربع مواريات لختام الموسم كان الأفضل فيه بلا شك نظرا للأرقام التي حققها حتى الآن وهنا الحديث عن الفريق الأكثر تحقيقا للفوز والأقل تعرضا للخسارة فضلا عن الأقوى هجوميا والأصلب دفاعيا وكل هذا يعني أنه في حال تحقيق اللقب سيكون عن جدارة واستحقاق مصطفى عصام العراقية الرياضية يستعد فريق النفط لمواجهة فريق النجف ضمن منافسات جولة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز لكرة القدم من أجل كسب نقاط المواجهة وتعديل ترتيبه في قائمة الدوري رحلة الفريق النفطي لم تكن موفقة بما يكفي بل هناك تعثرات كثيرة صادفتهم بمواجهات الدوري لكنهم لم يرفعوا راية الاستسلام إذ يسيرون من أجل البقاء بدور الكبار وعدم الهبوط لدور الدرجة الأولى تقريبا بالأدوار الأخيرة تدري يعني أكو تحسن في مستوى لدى العام وحتى في النتائج يعني أعتقد يمكن حتى أكو آمان يعني نوعا ما هذا موضوع وأعتقد يعني بغض النظر عن كل الظروف الصعبة لكن النفط يعني بإدارته وبحكمة إدارته يمكن تمر ظروف صعبة يعني هاي مسألة طبيعية وخاصة يعني أنا لا أريد أتحدث لأنها الإدارة مسؤولة عن الأعلم بالبدايات اللي صارت ولكن الآن إحنا يعني على أقل تقدير وأنا بحكم خبرتي مع الأخوان بدارة النفط يبدلون كل الجهد ودائما يوفرون كل المتطلبات دا نشوف صار حدنا توقوف صارت عدنا قمنا يعني وضعنا صعوب يعني حتى بالبيت بالشارع يعني قمنا يعني ما نعرف شون اللي يدي يصير بالنادي صدقني جدت أيام يعني هاي دائما أقولها يعني حتى نوم ما ننام كل هذا نحن نبقى نقاتل دائما يعني هذا الكيان يعني كيان محترم كيان خدم الكرة العراقية من خلال لاعبين المنتخبات هذا الكيان إلى بصمة بالدوري العراقي كل هذا الحمد لله وأنا أقول لك فريق النفط إن شاء الله ما ينزل للآخر اللحظات نحن نقاتل لاعب النفط يرمون كل ما عندهم من إمكانيات متاحة في الوحدات التدريبية اليومية للوصول إلى الجهزية التامة في المباريات المتبقية ومن ضمنها لقاءهم مع النجف وهذا تحدي آخر يتطلب منهم استياد الغزلان للبقاء بخط سير التوازن عانينا هذا الموسم من هذه المطبات وكذلك تغيير الكوادر التدريبية الحمد لله أشكر فريق بآخر مباريات استقر وجود كابتن باسم قاسم مباراتنا القادمة مع النجف إن شاء الله عادين لعدة صح عدنا قتلك حرمان يمكن لاعبين اثنين مؤثرين بالإضافة إلى وجود أصابات لكن فريق شاء الله عازم على تحقيق المبارات الثلاثة الحمد لله أشكر الآن فريقنا بوضع جيد إن شاء الله ننطي كل ما عندنا في سبيل أن نحقق نتائج إيجابية لأن صراحة نادي النفط لا يليق بهذا المركز اسم نادي النفط عريق بعالم الكرة العراقية فالعائلة المنضوية تحت خيمته تسعى جاهدة للحفاظ عليه ليكون دائما مع أندية الدور الكبيرة وبشكل دائمي بكل المواسم أكمل فريق أربيل تدريباته بملعب فرنسو حريري استعدادا لمواجهة زاخو حيث يتطلع فريق أربيل لكسب الانتصار والتقدم بسلم الترتيب قبل نهاية البطولة بجوالات قليلة زاخو إلا فدنكهة خاصة وإلا خصوصية وأنا تكلمت للاعبين بخصوص المباريات التي تكون دير بي لازم يستعد اللاعب باستعداد ذهني وثلاث نقطة حقيقة ستبعدنا كثير عن بقية المنافسين تقريبا بنفس نقطة فريقنا والبعض قريب جدا 47 أو 46 يعني رحلة الهروب من المنافسة الفرق اللي جوانا أشوفها حامية كلش منافسة جدا قوية بالنسبة أربعة أو خمس فرق تقريبا يمتلكون أقل من رصيد نمك نقطة ونقطين فإن شاء الله فرصة طيبة أن نكسب لثلاث نقاط وفريقنا يعيش حالة إيجابية جدا استقرار على أعلى المستويات سواء كان فني أو إداري أو ما يخص تفاصيل الفريق وإن شاء الله تعالى يقدم مستوى طيب يرضو الجمهور إن شاء الله ويرضو المسؤولين سعداداتنا جيدة لمبارات زاخو فريق زاخو من الفرق المحترمة أكيد كل الاحترام والتقدير لهم والجماهيرهم أكيد هذه المبارات نوحة خاصة تحتور الدير بكردستان أكيد نطبق كل الواجبات التي يقولها الكادر التدريبي وتعرف أن وضعنا الآن أفضل بعد النتائج الجيدة التي قدمناها بالدورة والأدوار الأخيرة علينا أن نركز بهذه المبارات وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية ترضي الكادر التدريبي والجماهير الأربي المباراة مهمة خاصة هذه المباراة ديربي بالنسبة لنادي أربيل ونادي زاخو وإن شاء الله يكون مباراة جميلة مثل ما تعرف نحن نادي أربيل مرينا بنتائج إيجابية وإن شاء الله نقدر باشرهم نعوض المباراة المرحلة الثانية ما قدرنا نحصل بيه نقاط هذه المباراة في ملعبنا مباراة واحدة بقت خارج ملعبنا والبقية المباراة هم ملعب أربيل هذا لازم نستغل هذا المباراة وإن شاء الله نكون في ترتيب إيجابنا هذه أربيل هذا ويستعد لعبو فريق نفط الوسط للظهور بأفضل نتيجة خلال مباراة اليوم أمام فريق نوروز ضمن جولة الخامسة وثلاثين من الدوري الكروي الممتاز وأكمل فريق نفط الوسط تدريباته على ملعب كربلاء حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد ست وثلاثين نقطة هاي اليوم يعني أنه نكون بأتمة جاهزية لمباراة نوروز نعوض مباراة زاخر يعني مبارايات هاي مهمة بالنسبة إنا ونقاط مهمة بالنسبة إنا أنه نبعد عن الخطر يعني خطر النزول أو الهبوط وإن شاء الله الله يتمم على خير والشباب يقدمون مستوى طيب ونحص لثلاث مقاطة إن شاء الله إن شاء الله نستعدين في المباراة وكادر التدريب الطاني قوة الفريق و��ف الفريق وإن شاء الله مبارتنا يوم الأربعة جاهزين إن شاء الله المباراة عندنا كم أصابع من اللاعبين عندنا لقدنا الكافتين كرار جاسم يكثف فريق القاسم من استعداده قبل مواجهة فريق الديوانية على ملعب الشعب الدولي يوم غد الخميس ضمن مواجهات جولة الخامسة وثلاثين من ممتاز الكرة نعزم على هذه المباراة إن شاء الله نكسب النقاط الثلاثة مع فريق الدوانية يعني كل كان تركيزنا أنه نحترم الفريق فريق يمتلك عناصر جيدة يعني ثلاث نقاط ونسودينا إن شاء الله الله يكرمنا نكون بيوم المباراة بيومنا أداءة ونتيجة إن شاء الله وعندة كبيرة باللاعبين إن شاء الله سنكون بيومنا بالمباراة إن شاء الله إن شاء الله مبارتنا القادمة مع فريق نادي الدوانية وفريقنا جاهز لهذه المباراة ونتأمل أنه نحقق الثلاث نقاط حتى نبقى بالدور الممتاز قيادة المذرب القدير جاسب سلطان إن شاء الله للحراس إحنا جاهزين إن شاء الله جاهزين كل الحراس حسن وليد علي كلهم نفس المستوى أي واحد ينزل ما عندنا مشكلة وإن شاء الله جاهزين للعبة الدوانية نتيجة إيجابية إن شاء الله ثلاث نقاط تبقينا بالدوري مساعدات مستمرة لمباراة الدوانية طامحنا لتحقيق الفوز نظم البقاء بالدوري المباراة اللي راح تقدمها مستوى جيدة أمام الشرطة ونحاول نعزز المستوى أمام الدوانية مستوى النتيجة إن شاء الله كقدر تدري بك إن شاء الله جاهزين هاي المباراة عادين العدالها أكيد نادي الدوانية نادي يعني جيد إن شاء الله إحنا نحترمين الفريق وإن شاء الله نفوز أعلن حارس مرمى فريق القوة الجوية محمد حميد عن تمديد عقده مع فريقه لشهر إضافي بعد نهاية الفترة الرسمية بين الطرفين والتي انتهت في الأول من تموز الجاري وذكر الحارس الدولي في حسابه عبر موقع إنستجرام مع كثرة الشائعات بالرحيل عن القوة الجوية وأكد أنني ما أزال مستمراً مع الصقور والتجديد لشهر بالمجان تغلب فريق غاز الشمال على فريق الفرات بهدفين ضمن منافسات الدور التأهلي لدور الدرجة الأولى تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير استقبل نادي غاز الشمال نادي الفرات ضمن منافسات الدور التأهلي للدرجة الأولى الضيوف أكدوا على أهمية اللقاء والخروج بالعلامة الكاملة أما أصحاب الأرض فغايتهم المحافظة على صدارة المجموعة اليوم مباراة جداً مهمة من هذا الفرات الرياضي مثل ما تعرف فريق غاز الشمال الفرق الممتازة والآن هو متصدر المجموعة حقيقة يعني إحنا بعد انتهاء مباراة الفرات والحشد وفوزنا 3-0 تجددت الآمال لكي يتقدم الفريق خطوة أخرى اليوم حقيقة يعني هو التنافس شريف ومشروع اليوم عدينا لكي الفوز لا غير الفوز إن شاء الله نقدر نفوز بـ 3 وقاط حتى نكون مستطرين المجموعة وشوية الثقل يشال علينا صراحة الحمد لله وشكور كاملين إن شاء الله ما حتى ينقص وباقي على توفيق رب العالم شوط أول تقارب فيه الأداء لدرجة كبيرة ليشهد هجمة لأصحاب الأرض تقابلها أخرى للضيوف ليزدل الستار على مجرية النسف الأول بالتعادل السلبي الشوط الأول كان متكافئ متوازن بين الفريقين من حيث الأداء ومن حيث الوصول للمرمى تقريبا وصلنا أكثر من المرة بس ما حالة من الحذكرات ضائعة فرص ضائعة ما كملوا عليها شبابنا ونفس الشيء فريق الخصم أيضا أداء أداء جيد شوط الأول أتوقع شوط الثاني أكو أداف بالمباراة أتوقع أكل قولين إن أتوقع هذه النتيجة إن شاء الله إحنا فريقنا مستدر وفريقنا جيد جدا وعدنا إمكانيات كلش كلش عالية وشوط الأول هو يأخذنا فرص إن شاء الله شوط الثاني وشوط المدربين فشوط المدربين إن شاء الله هم اللي يقررونه هم اللي دائما نحسن بشوط الثاني شوط ثاني شهد صحوة لاعبي نادي غاز الشمال ليصلوا لمرادهم بإحراز هدف أول ثم بعده بوقت قصير تمكنوا من إحراز ثاني الأهداف لتتوالى الهجمات وليرد القائم هدفا محققا لأصحاب الأرض لينتهي اللقاء لمصلحة غاز الشمال بهدفين للا شيء لنادي الفرات قدمنا مباراة خصوصا الشوط الثاني مباراة ممتازة والحمد لله كان بالنسبة هاي اللعبة كان بالنسبة لنا كلش مهمة لأننا جائنا من خسارة والحمد لله إحنا وعدنا نفسنا واللعبين وعدونا والإدارة قلنا لازم هذا اللعبة نراجع نفسنا وإن شاء الله نحافظ عصة دارة وإن شاء الله إن شاء الله الدوري محسومة إن شاء الله بحيل الله العراقية الرياضية حسام كريم كاركمك أسند الاتحاد العربي لكرة القدم للحكم الدولي زيد ثامر مهمة قيادة مباراة منتخب موروتانيا الأولمبي أمام نظيره السعودي ضمن مسابكة قرة القدم في دورة الرياضة العربية والتي ستنطلق اليوم لحساب منافسات الدورة العربية التي ستقام في الجزائر وأضف البيان أن المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء في ملعب مدينة القسطنطنية ضمن إطار الدور التمهيد للمسابقة والتي تحتضنها الجزائر تنطلق اليوم دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من الخامس حتى الخامس عشر من تموز الجاري في خمس مدن مختلفة بمشاركة ثلاثة آلاف وثمانائة رياضي يشاركون في اثنتين وعشرين رياضة ويقام حفل الافتتاح على ملعب خمس يوليو الأولمبي وطمأنت اللجنة المنظمة على كافة التحضيرات الخاصة بحفل الافتتاح والملاعب التي ستشهد المنافسات للخروج بالحدث في صورة حضارية ونتائج إيجابية وتعد الدورة العربية محطة انطلاق جديدة بعد توقف دام أكثر من 12 عاما منذ آخر دورة عربية والتي أقيمت في دولة قطر عام 2011 وصلت بعثة المنتخبات العراقية إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب العربية بنسختها الخامس عشر والتي ستقام هناك ما بين الخامس والخامس عشر من شهر تموز الحالي وتتألف البعثة العراقية المشاركة في المنافسات العربية من 194 شخصاً بين إداري ومدرب ولاعبين يذكر أن العراق سيشارك في المنافسات العربية بأربع عشر فعالية وسيكون هناك 3500 رياضي ورياضية من 22 بلداً عربياً سيتنافسون في 21 لعبة رياضية ضمن فعاليات دورة الألعاب العربية على أن تقام المنافسات في سبع محافظات جزائرية أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية والتي ستنطلق في الجزائر اليوم عن جدوى لمنافسات لعبة كرة اليد بمشاركة منتخبات العراق والجزائر والأردن وقطر والسعودية حيث سيلتقي منتخبنا الوطني في أولى المباريات مع المنتخب السعودي يوم غد الخميس على أن يخوذ ثاني مبارياته يوم السبت في الثامن من تموز أمام المنتخب الجزائري المستضيف وستكون ثالث المباريات مع المنتخب الأردني يوم العاشر من تموز ويختتم مباريات الدور التمهيدي مع المنتخب القطري ومثلتاء الموافق الحادي عشر من هذا الشهر ملعبناش مباريات تجربية وده كان لازم كنا نعمل على الأقل ثلاث مباريات تجربية يعني الولاد أعتقد أن هم قد المسؤولية إن شاء الله يقدروا يعملوا نتائج مشرفة تليق بكرة اليد العراقية اللي هي ابتلت ترجع واحدة واحدة إن شاء الله وبإذن الله على أديهم هم إن شاء الله يعملوا يحققوا نتائج كويسة لأن دي تعتبر محطة من محطات الثلاثة اللي إحنا إن شاء الله هنشارك فيها السنة دي اللي هي البطولة العربية دي وبعد كده دورة الألعاب الأسيوية في الصين وبعد كده بطولة أسيا المؤهلة للكاس العالم نحاول يعني نقدم مستوى بالبطولة وإن شاء الله لما وصلت إلى كرة اليد العراقية بالبطولة الأسيوية السابقة نعيد بهاي البطولة والتوفيق يكون من الله سبحانه وتعالى بعداد الحمد لله وشكر قدرنا نوصل مستوى لياقة البدنية يعني الحد معين تعرف أنه لعداد قليل كان مفاجئ بالبداية كان أنه نشارك وبعدين لغة المشاركة وبعدين رجعت المشاركة يعني صارت تخبطات بالبداية بس أوكي ماكوا مشكلة إن شاء الله يعني منتخب مستعد بشكل ممتاز ومثل ما تعرف أنه ست فرق بالدورة العربية العراق الفترة الأخيرة إلى أسمه بكرة اليد العربية والآسيوية الحمد لله وشكر مستعدين للبطولة عازمين على خوض البطولة أو ظفر بلقب البطولة أو أحد المداليات البطولة العربية هي من أهم البطولات بكرة اليد لأنها تجمع القارتين لآسيا وأفريقيا وكل تعرف أن قارة أفريقيا هي من أكبر القارات بكرة اليد خصوصا يعني بالإضافة إلى أنه موجود مثل المنتخبات القوية الآسيوية اللي هي السعودية وقطر فتجعل البطولة صعبة رقم صعب في البطولات بالنسبة للتحضيرات التحضيرات جدت متأخرة بسبب أنه بعد انتهاء الدوري توعدنا أنه نشارك بالبطولة لكن جاء قرار مفاجئ أنه تم استبعاد المنتخب من البطولة قبل ما يقارب عشر تيام إجت الموافقة بالمشاركة فتعرف التعشر تيام بطولة عربية يعني شي صعب جدا أنه نتقدر تلحق أنه نتأهل الفريق بصورة كاملة ولكن رغم كل هذه الأمور بجهود من الاتحاد وجهود الكادر التدريبي وأخوتي اللاعبين نقدر نقول الدين اللي علينا بالوحدات التدريبية والمطلوب من أدن من قبل الكادر التدريبي تغلب منتخب العراق بالكرة الطائرة جلوس على نظيره الياباني بثلاثة أشواط نشوط واحد في أولى مبارياته في بطولة آسيا والتي تقام حاليا في كازاخستان وكان المنتخب الوطني قد دخل في معسكرات داخلية وخارجية استعدادا للبطولة المؤهلة إلى الدورة البرالومبية والتي تقام العام المقبل في العاصمة الفرنسية باريس وأوقعت قرعة البطولة المنتخب العراقي إلى جانب الياباني وكازاخستان موسيقى مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم لختام النشر هذا تذكير بأبرز العنوين موسيقى العراق يدعو الجزائر لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين في بغداد موسيقى الطلب يحقق الفوز على الصناع والتعادل ينهي لقاء دهوك والكهرباء في ممتاز الكرة موسيقى أبرزها لقاء كربلاء والشرطة اليوم استكمال الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز موسيقى بعد غياب 12 عاما اليوم انطلاق دورة الألعاب العربية في الجزائر موسيقى 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 موسيقى